عندنا مستثمرين قسم طبعاً تري كورونا وقفة جزء بس نحن طبعاً مرتبطين بوزارة الصحة المستثمرين اللي انطيناهم مستثمر يرجع عن وزارة الصحة المصادقة عن المخططات والبدء بالمشروع توقع على 2021 يبدأ شون بهذا الموضوع ومن ينجح وضع شون الادوية اللي راح ينجح عندنا استثمار الاوغمانتين اللي هو حبوب الاوغمانتين من المال هذه كانت مفقودة في الشركة ببناية جديدة ما احنا ببنايتنا ما تصلح نحن انتج بياغمانتين فهو سوى مشروع جديد هذا يضيف لي اضافة لمنتجاتي اللي يعني ما انتجه عمليين هو راح ينتج منتجاته يعني ما انتجه ان شاء الله في ثانية عندنا مشروع المنتجات المعاقمة شركة تفقت ويانو جابت شركة فنية انه تجيب تنتج منتجات معاقمة سرنجات بريفلت سرنج اللي هي طبعا الفيالات السائلة الامبولات بعض المنتجات ادوية التخدير الادوية اللي يسموه بريفلت سرنج اللي محطوطة بسرنجة بستنزرق خصوصا هاي الادوية اللي اللي يستخدمنا بكورونا مانع التخثر هذا مشروع كامل منتجات معاقمة يعني حقا عظلي او وريدي راح يسوها بالكامل احنا هاي عمليا ما انتجه المستثمر اذا كمل المشروع راح يطيف وارد ناخد نسبة من مبيعاته ونشغل ونشغل ناس من المدينة وهذا يساهم بسقرار الشركة واذا فشل المستثمر انا النشاط الاساسي ما انطيته انطيت نشاط غير موجود عندي فهذا الفرق بين استثمار الجزء استثمار الكلي اشتركوا في القناة